أخيرا وقع الفراق بين حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية كما أعلن الرئيس التونسي الباشي قايد سبسي الذي اعتبر هذا الانفصال نهاية مرحلة من الاستقرار النسبي شهدتها تونس واستمرت لخمس سنوات وبابا على مغامرة جديدة وجدد السبسي دعوته لرئيس الحكومة للمذول أمام البرلمان والخضوع لتصويت جديد على فقة وكسب شرعية مجديد لوضع حد للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وتخيم أزمة سياسية على البلاد بسبب شقاقات تشهدها حركة نداء تونس وخلافات وصراع بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونجل الرئيس حافظ قايد سبسي الذي يتولى الإدارة التنفيذية للنداء وعن هذا قال الرئيس لو ذهب لذنان بذلك في مصلحة تونس أو فليصلح من أمورهما ومنذ مارس الماضي يواجه الشاهد ضغوطا من النداء ومنظمات ونقابات كالاتحاد التونسي للشغل للاستقالة في حين تدعمه حركة نهضة ومستقلون غالبيتهم من المشقين عن النداء وتصر حركة نهضة على بقاء الحكومة حتى انتخابات عام 2019 ولم تتوصل اللقاءات المكثبة بين سبسي وراشد الغنوشي زعيم النهضة إلى اتفاق على مصير الحكومة مع الإشارة إلى أن السبسي علق على دعوات تقديم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة بأنها لن تجرى إلا في موعدها الأصلي عام 2019 دون تقديم أو تأخير